بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نأخذ الدرس الثاني الأحاديث أما الصيام فقد فات وقته في هذا اليوم فات وقته في هذا اليوم فنبدأ بعون الله في كتاب الأحاديث حديث الفتن والفتن جمع فتنة وهي الابتلاء والامتحان أو ما يسمى الآن بالاختبار يمتحن الإنسان ويختبر على حسب دينه فإما أن يثبت على دينه ويصبر على الفتن وإما أن ينحرف مع الفتن ويترك الدين ولذلك فالفتن خطيرة جدا الفتنة قد تكون بالأقوال والمذاهب والأفكار فينجرف الإنسان مع أي مذهب أو أي فكرة أو أي قول يوافق هواه ويترك السنة فينحرف تكون الفتن أيضا بالأموال إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم قد يبتل للنسان بالمال ويحب المال حبا جمع قد يأخذه من غير وجهه يأخذه من الحرام من الرباء من الغش من الميسر والقمار لأنه يحب المال ولا يبالي لأنه حرام حب المال يجذبه فتأخذه الفتنة والعياب فتنة المال أو يعطى طمعا يعطى طمعا على أن يذهب كذا ويقول كذا مخالف للدين ومخالف للسنة من أجل المال يعني يستأجر والعياذ بالله يتكلم بغير الحق من أجل أن يحصل على هذا المال لذلك الأموال فتنة إذا أخذها من وجه الحلال وصرفها في الحلال فهي خير ومعينة على الدين وإن صرفها في غير وجهها فإنها تكون مسؤولية لأنه يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يسأل أول من أين جاك المال هذا ماذا الطريقة اللي حصلت هل إيه ثم إذا صح السؤال الأول وسلم منه السؤال الثاني وين أنفقتها المال بالحلال ولا بالحرام استعنت به على طاعة الله وعلى مصية الله يخاسب عن هذا يوم القيامة لذلك المال مسؤولية فطر عظيم قد يترك دينه من أجل يحصل على وظيفة من أجل يحصل على وظيفة لكن ما يوظف فيها إلا من ترك دينه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحصل الفتنة يقع في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا يبتل وامتحان الأولاد فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة أن تحب أولادك ما في شك هذا الشيء جعله الله لكن هل تربيهم على طاعة الله هل تصبر عليهم هل تأمرهم بالصلاة لسدع وتعلمهم أمور دينهم إذا ميزوا تصبر عليهم تلزمهم بالصلاة أو تتساهل معهم تقول والله أنا أحبهم ولا نبشاق عليهم ولا مكلف عليهم ولا مجعدهم من ماتهم ولا ولا تكون سقط في الفتنة فهم الأولاد فتنة من حيث تربيتهم من حيث ضبطهم من حيث مراقبتهم دخولاً وخروجاً وفي البيت وفي الشارع وفي المدرسة مسؤولاً عنهم لهم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والفتن كثيرة كذلك الفتنة تكون أيضاً بتسلط الكفار على المسلمين هل تطيعهم تنقاد معهم أو تتمسك بدينك تصبر على ما ينالك وما يجري عليك هذه فتنة عظيمة فالفتن كثيرة أيها الأخوة وبين يدينا الآن كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جمع فيه أحاديث في الفتن ووصلنا إلى باب التغرب في الفتنة تغرب في الفتنة التغرب ما معناه أن تكون غريباً تكون غريباً بين الناس تتمسك بدينك ولو ظل أكثر الناس ولو أصبحت أنت يعني غريب بين الناس أصبر على هذا ما دام أنك على الحق ما يهمك ترضي فلان ولا تزعل فلان ما عليك عليك هذا الدين هذا هذا يحتاج إلى صبر لأن الناس يريد أن يتكلمون بك أو ربما يضربونك ربما يسجنونك على دينك لكن أصبر على الدين أصبر وأصبر على ما أصابك فكذلك من التغرب أنك تبعد عن الفتن تعتزل الفتن ولو أن تعيش وحدك ولا تدخل في الفتن لأن كذا دخلت فيها ما تسلم إلا ما شاء الله لكن إذا أبعدت عنها اتقيت شرها لكن هذا يحتاج إلى صبر ولو أنك ترعى غنم كما يجيكم في الحديث لو ترعى غنم تبعد عن الفتن أو تعيش على رأس جبل حالك تسلم على دينك أحسن لك من أنك تعيش مع الناس في الفتن اعتزال الفتن والبعد عنها أنه هو قريق السلامة وهذا يبي صبر يبي صبر من المسلم هذا التغرب في الفتن تصبح غريب بين الناس تخرج من منزلك وبلدك إلى جبل أو إلى بر صحراء ترعى غنم وتصبر على دينك هذا خير لك من أنك تصير وزير أو ملك أو خير لك في آخر الزمان أو موظف سبير أو أيه لأن رأس مالك هو دينك والذي تخرج به من هذه الدنيا هو رأس مالك ثم الوظائف والجاه هذا يذهب يروح يبقى لك اللذينك تمسك به واصبر عليه على ما ينالك اصبر عليه نعم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام محمد عبداللها ورحمه الله تعالى باب التغرُّب في الفتنة عرفنا معنى التغرُّب في الفتنة يعني إذا جاءت الفتنة فتغرَّب أنت تغرَّب عنها يعني أبعد عنها أي طريقة أبعد عنها أبعد عنها تسلم من شرها قال صلى الله عليه وسلم لحُذيفة لما سأله إذا أدرك الفتن ماذا يعمل قال اعتزل تلك الفرق كلها اعتزلها تلك الفرق كلها ولو أنت عظ على أصل شجرة حتى يتيك الموت وأنت على ذلك هذا تغرُّب تغرُّب بين الناس تغرُّب في المكان والمسكن تمسك بدينك هو المهم نعم قال وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوشِك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفرُّب بدينه من الفتن هذا من التغرُّب أنك تطلع من البلد اللي فيها الفتن البلد الذي فيه الفتن وتأخذ معك أغنام أو ماشية ترعاها في شعف الجبال الرؤوس الجبال أو مواقع القطر وتتمسك بدينك تغرَّب عن البلد لأجل التمسك بالدين لأن بقائك في البلد في فتن شر هذا نوعٌ من أنواع التغرُّب نعم قال ولي مسلمٍ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن إنها ستكون فتن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي يعلم الغيب؟ لكن الله علَّمه أطلعه على ذلك وما يعلم الغيب إلا ما علَّمه الله وأطلعه الله هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يُخبر عن أشياء مستقبلة فتقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحيٌ يوحى وهذا من مصلحتنا إنه يُخبرنا عن ما يحصل علشان نأخذ حذرنا ومن نصحه صلى الله عليه وسلم وشفقته علينا يُخبرنا عن ما سيحصل ويُوصينا بما يُنجينا مما يحصل من الشرور والفتن لأنه ما ترك شيئاً إلا بيَّنه لأمته عليه الصلاة والسلام نعم إنها ستكون فتن هذا إخبار عن المستقبل معناه التحذير إخبارٌ معناه التحذير نعم القاعد فيها خيرٌ من الماشي وهي كثيرة ومنوعة الفتن ما هي بنوعٍ واحد ولا عشرة ولا مئة كثيرة نعم القاعد فيها خيرٌ من الماشي نعم اللي يكتصر عنها ويبتعد عنها هذا يسلم وأما الذي يدخل فيها هذا قد لا يسلم ولكن سلامته قليلة وهو آل خطر ولذلك قال القاعد فيها خيرٌ من الماشي لأن القاعد ما راحلها جلس واللي يمشي يمكن تعرضها يمكن تجيه في الطريق كونه يبقى مثانه ولا يمشي أزيل نعم والماشي فيها خيرٌ من الساعي إليها والماشي خيرٌ من الساعي اللي يركض يعني يلمشي على هينته أسلم له من الركض لأنه اللي يركض يسرع وقد تصيبه الفتن فهو يتأخر عنها بأي وسيلة بالقعود بالمشي ألا غير الشريع أما اللي يسرع ربما أنه يتقدم لها لا تقدم عليها نعم ألا إذا نزلت أو قال وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ألا منك ألا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم أدا ألا أداة تنبيه أداة تنبيه انتبهوا ألا نعم ألا إذا نزلت إذا نزلت الفتن نعم أو قال وقعت المعنى المعنى واحد هذا يعني سك من الراوي والمعنى واحد لكن هذا من دقتهم في الرواية رحمهم الله دقة في الرواية والضبط نعم فمن كان له إبل فليلحق بإبله نعم إن كان له إبل ترعى في البر وهو ساكن في البلد والفتن في البلد يذهب إلى الإبل ويعيش مع الإبل في البر ويسلم من الفتن ومواقع الفتن هذا خير الله نعم يعني أنه يبكى بقصر أو فلة منمطة أو لا صيرته مع الإبل الراعي أزيب من كونه يبكى في البلد ولو في مسكن راقي ومرفة مع الإبل يعيش عيشة يسيرة في لفح الشمس والهوى خير له من التنعم في البلد يتمسك بدينه وينجو من الفتن نعم ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت بعضهمها الإبل وبعضهمها الغنم فكل على حسب اللي له الإبل يصير مع الإبل واللي له الغنم يصير مع الغنم والغنم أحسن بعد الغنم أحسن من الإبل فيها الهدو فيها السكينة وما من نبي إلا رعى الغنم ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط يأخذها في شبابه عليه الصلاة والسلام فالغنم فيها سكينة وفيها طمانينة وفيها هدو نعم ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ومن كانت له أرض مزرعها استراحا بعيدة عن البلد يلحق بها يترك البلد التي فيه الفتن نعم فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض انتبهوا السؤال هذا إن كان له إبل يروح للإبل إن كان له غنم يروح للغنم إن كان له أرض يروح للأرض سأله سائل إذا لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض وإن يروح نعم قال يعمد إلى سيفه ها قال يعمد إلى سيفه يعمل ولا يعمد ها عندنا بالكسر لا لام ولا دال 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 إيه لا تقول يعمل نعم قال يعمد إلى سيفه فيدق عليه بحجر نعم السلاح الذي عنده السلاح الذي عنده يحطمه يخربه بندق كسرها سيف يكسره ليه لأن لا يدخل في الفتن يحمل السلاح لا يدخل في الفتن هذا السلاح الذي يوقع في الفتن تخلص عنه الذي يوقع في الفتن سبب له دخول الفتن تخلص منه نعم ثم لينجو إن استطاع النجاح لينجو من الفتن ويبعد عنها بأي وسيلة إن استطاع إذا لم يستطع فإنه يصبر ويتمسك بدينه ويصبر على ما يصيبه نعم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت نعم أكد الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد الله علينا أنه بلغنا ويكرر هذا عليه الصلاة والسلام نعم فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو قال إحدى الفئتين يعني في القتال إذا صار قتال بين المسلمين هذه الفتنة هذا من الفتن أن يكون هناك قتال بين المسلمين يقول الرسول ابتعد عنها ولو تكسر سيفك ومسلاحك ابتعد عنه مهما أمكن سأله رجل إذا ما أمكنني إذا أجبرت على الدخول في الصف وش أعمل نعم شوه الصحابة رضي الله عنه من حرصهم على دينهم يسألون عن الأحوال وش يسوون في الأحوال نعم فيضربني قال رجل فيضربني رجل بسيفه أعداد الله فقال رجل يا رسول الله نعم أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين يقول أنا من أبرايح ما استطعت بعتزل لكن إذا أكرهت إذا أكرهت وجبرت على أني أدخل في القتال بين المسلمين بين فئتين من المسلمين نعم أو قال إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه نعم أو يجيء سهم فيقتلني نعم قال يبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار نعم إذا أجبرت على الدخول في الفتنة وقتلت لأن اللي يدخل في الفتنة ويخوض القتال يصيبه ما يصيبه قد يموت ماذا يكون مصيره عند الله سبحانه وتعالى يقول إذا أجبرت وأكرهت فأنت ليس عليك دم أنت مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عُفيا لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالمكرى معذور المكرى معذور والحمد لله فإذا قتله أحد من الفئتين فالإثم على القاتل الإثم على القاتل وأما المقتول فيكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى أن يريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوَّعت له نفسه قتل آخيه فقتله فأصبح من الخاسرين الإثم على القاتل على المكره وأما المكره فهو معذور نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تعاطي السيف مسلولا يعني السلاح يختفض به ويوثق لأن لا يصيب أحدا إذا أردت تدخل سوق أو تدخل محل اجتماع عليك أن توثق سلاحك لأن لا يحصل منه إصابات السيف تغمده هي غمدة والبندق توثقها لا تثور جودها الرشاش كل أنواع السلاح ما تخليها مفتوحة يحصل منها إصابة وتكون متسببا في قتل مسلم فلا يتساهل لا يتساهل في أمر السلاح ثاني لأن إذا دخلت وإذا دخلت ضرها الأمر إلى دخوله بالسلاح يوثق السلاح بحيث لا ينفلت منه شيء فيقتل مسلما بريئا نعم وفي المسند عنه قال أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد الحلي قال وفي المسند عنه رضي الله عنه أنه قال أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا سيفا مسلولا ما يجوز هذا يعني يتمدون سيف وهو مسلول ما يجوز هذا لأنه مهيئ للضرب والإصابة ولو ما قصد لو ما قصده لكنه مهيئ السيف له غمد أدخله في الغمد ويثقه نعم فقال لعن الله من فعل هذا نعم من دخل الاجتماع السيف المسلول لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا خطر هذا خطر ولا يجوز أنه يترك السيف مسلولا وهو في مجتمع أو يمشي مع ناس أو حضرة أحد نعم يمكن يسقط السيف يمكن يأخذه واحد يضربه يمكن نعم أوليس قد نهيت عن هذا يقول صلى الله عليه وسلم أوليس قد نهيت عن هذا يعني عن أن يسل السيف حضرة في مسلم أو مسلمين لأن لا يصيب أحد نعم ثم قال إذا سلَّ أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده يغمده ثم يناوله إياه إذا أردت أعطيه السيف أنت أنت سللته من غمده لتنظر فيه لتنظر فيه فقط لم تقصد سوءا إذا أردت أن تناوله غيرك فلا تعطيه إياه مسلولا أغمده بغمده ثم أعطيه إياه نعم مثلها البندق ومثل كل سلاح نعم قال رحمه الله تعالى باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا نعم هذا حديث معروف قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان بدأ في أول بداية وأول الدعوة غريب الرسول صلى الله عليه وسلم أولا واحد واحد مع مواحد ثم انضم إليه انضم إليه أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق انضم إليه بلال رضي الله عنه ولما سئل من معك على هذا الأمر قال حر وعبد هذا أول ما بدأ الإسلام أولاً أولاً الرسول وحده ثم انضم إليه أبو بكر من الرجال يعني ولا فيه نساء أسلم وبه صبيان أسلم لكن من الرجال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر أبو بكر دعا إلى الله فأسلم على يديه جماعة من الصحابة فكثروا وكان أول غريب تكون من اثنين فقط ثم تكاثر الصحابة حتى تكونت الأمة الإسلامية التي وصفها الله بقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار روح ماء بينهم تراهم ركعا سجد سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة يعني صفتهم صفت هذه الأمة في التوراة التي نزلت على موسى هذه صفتها ثم ذكر صفتهم في الإنجيل الذي ينزل على عيسى عليه السلام ومثل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه أول ماه نبات ضعيف صبه وحده الصبه ذي فرخت صار له فراخ الفراخ هذه قوية نشطة هذا الزرع تكون حينئذ المزرعة كاملة ثم يعني سنبلت سنبل الزرع صربه سنابل استوى على سوقه على قصبه شوف الزرع المزرعة شوف الزرع السبل يقول كذا كل وحده على قصبه كل وحده على قصبه عينئذ هذه صفة هذه الأمة تكونت بالأول نبات ضعيف ثم صار له فراخ ثم نمى نمى حتى استوى على سوقه يعجب الزرع من حسنه وهكذا هذه الأمة شفت بدأ الإسلام غريبا على هذه الصفة ثم تكون ونمى وانتشر في الأرض ثم في آخر الزمان إذا كثرت الفتن يعود الإسلام غريبا ولا يتمسك به إلا أفراد من الناس اللي تسمون بالإسلام كثير ولكن اللي تمسكون بالإسلام الصحيح قليل غربا ينظرون لهم الناس نظر استغراب يقولون هذولا متشددة هؤلاء فيهم هؤلاء تكفيريين هؤلاء إلى آخرين ينظرون لهم نظرة استغراب لكن ما يضرهم إذا تمسكوا بدينهم نعم لا تصير شاذ عندك أفكارا منحاربة لا لا تصير أيضا مخرب ولا تصير أيضا إرهابي تقتل بغير حق هذا ما هو بهوى الإسلام هذا ما هو بهوى الإسلام أنك تخرب أنك إرهابي هذا ما هو من الإسلام أنك تكفيري يتكفر الناس بغير حق لا ما هو بهذا الإسلام الإسلام دين صحيح له صور له قواعد لازم تعلمها تعرف ما تأخذ الإسلام بالتقليد ولا بقول هلانا قول هلانا تأخذه من الكتاب والسنة وذلك بالتعلم هو بالقراءة أنك تقرأ على نفسك لا تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا فالمتدينون كثيرون ولكن اللي تمسكون بالدين الصحيح قليل انتبهوا لهذا نعم قد رحمه الله تعالى ولي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا يعرفتم هذا كيف بدأ غريب كيف بدأ غريب من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انضم إليها أبو بكر ثم 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 حتى جاء المهاجرون والأنصار حتى قاد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوف في غزوة بدر في غزوة في الفتح فتح مكة خرج منها هو أبو بكر فقط اثنان إذ هما في الغار ها بعد ست سنين أو عاد إليها بجيش يتكون من عشرة آلاف من دجججين بالسلاح وفتح الله مكة له وأزال الأصنام التي على الكعبة والتي على الصفا والمروى وهدم اللات والعزة ومنات وأرسل إلى الأصنام فكسرت وحطمت لما فتح الله مكة لما فتح الله مكة إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جاءت الوفود من القبائل تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة والإسلام عزيز وأهله كثير ثم تناموا وانتشر في الأرض على يد المجاهدين من أصحابه حتى عم الأرض كلها وبلغ مبلغ الليل والنهار مبلغ الليل والنهار ما فيه مكان إلا دخلها الإسلام ودخلت الممالك الكبيرة تحت حكم المسلمين لأن هذا الدين من عند الله جل وعلا والله ناصر دينه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون فدق الله وعده فانتشر هذا الدين وعمى المشارق والمغارب ظهر دين الله على سائر الأديان كما وعد الله سبحانه وتعالى نعم وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان يعود الإسلام غريبا يعني ما يتمسك به إلا القليل الإسلام الصحيح ولل الإسلام المدعى هذا كبير لكن الإسلام الصحيح ما يبقى إلا قليل ما يبقى عليه إلا القليل من الناس نعم قال ورواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي آخره فطوبى للغرباء طوبى للغرباء طوبى يعني الجنة طوبى قيل الجنة وقيل شجرة في الجنة للغرباء في آخر الزمان اللي يصبرون على دينهم يتمسكون به لهم الجنة قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس ما ينظرون للناس ينظرون لهذا الدين يتمسكون به ولو أصابهم ما أصابه وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس يعني يجمعون بين الوسطين يصلحون ويصلحون هذا ولا الغرباء دعاة الشر كثير بل باسم الإسلام باسم الإسلام هم يدعون إلى الشر دعاة على أبواب جهنم أنا طاعهم قذفوه لكن اللي يدعو إلى الإسلام الصحيح قليل ولكن هو الخير هو الخير وهو الغريب بين الناس يصبر على هذا طوبة للغرباء هذا معناه أنه يحصل عليه ضغط يحصل عليه ضغط من المجتمع ومن الناس لكن ما دام على الحق يصبر أما إذا كان على غير حق لأنه يرجع للحق ولا يبقى على ما هو عليه لا الغرباء الذين هم على الحق الصحيح على الدين الصحيح ما هو بالدين المدعى أو اللي عليه الناس أو لا أو اللي يقوله فلان وفلان لا اللي يقاله الله ورسول الدين الصحيح ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان هذا الدين الصحيح قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الصحابة هم أولو العرفان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان الرسول يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان رجل داعي وعالم هو عليه من الألوبهات لكنه ضال والعياذ بالله ما نقيم هذا عند الله ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي هلان خذ النصوص وترك آراء الناس لكن ستصبح غريبا بين الناس اصبر اصبر على دينك وعلى قول الحق ولو حصل عليك ما حصل لا تعد على الناس أنت لا تعد على الناس ولكن يلزم الطريق الصحيح نعم آخره قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال النزاع من القبائل نزاع يعني الأفراد يعني القبيلة كلها ماذا إلا فرد واحد تمسكن بدينه هذا غريب هذا غريب بين القبائل نزاع يعني أفراد قليلون يعرفون الحق ويعملون به ويصبرون عليه نعم قال ورواه الآجر وعنده قيل من هم يا رسول الله الآجر راوي الحديث نعم قيل من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يناظرون للناس والله كل الناس على هذا ما نبصر أنا الحالي خلك الحالك لصرت على حق ما يضرك هذا عزلك قال لا والله أنا بعيث مع الناس ولا نبراح أنازع الناس أصلح في نفسك ولو فسد الناس عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم نعم ولي أحمد رحمه الله في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس الغرباء متى إذا فسد الناس شف الناس كلهم ما هو بالكفار الكفار معروفين لكن فسد المسلمون فسدوا دخلهم ما دخلهم من الأفكار والآرة والأهوى والفرق والمناهج والجماعات المختلفة أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أصبحت غريبا بينهم اصبر على الغربة اصبر على الغربة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق هؤلاء هم رفقائك في هذا الطريق لا تستوحش معك الرسول ومعك الصحابة وأتباعهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يرافقونك على هذا الطريق أي كونك مع أبي بكر عمر عثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم أو كونك مع ذلان وعلان من أهل الضلال ولو كانوا يدعون الإسلام وهم على ضلال لا تذهب معهم خلك مع الطريق الصحيح واصبر عليه اثبت عليه حتى تصل إلى الجنة نعم وله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى للغرباء قلنا ومن الغرباء قال قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير شوف من هم الغرباء بيّنهم الرسول صلى الله عليه وسلم هناس صالحون قليل قليل في أناس سوء كثير هؤلاء يوم الغرباء أن تهمك الصلاح أن تكون مع الصالحين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يهمك الصلاح والصالحون ولا تنظر للكثرة المخالفة إذا كانوا على غير حق خلك مع الصالحين الصالحين ولو كانوا قليل بعض السلف يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك أنت الجماعة ما دام منك على حق فأنت الجماعة وما عداك فليسوا جماعة وإن كانوا كثيرين نعم من يعصيهم أكثر من من يطيعهم نعم هناس صالحون هناس سوء كثير هذه الصفة من يطيعه من يعصيهم أكثر من من يطيعه يعني يعصونك أكثر من اللي يطيعونه ولو كانوا يطيعونه قليل أصبر واترك المخالفين ولو كانوا كثيرين لا تذهب معهم وتغتربهم يقول ذولا يعاونوناً وهذا ولا لا ما داموا على ضلال يتركهم لا خير فيه نعم قال وفي الزهد عنه رحمه الله الزهد يعني كتاب للإمام أحمد رحمه الله كتاب الزهد معروف مطبوع نعم إن أحب شيء إلى الله الغرباء قال الفرارون بدينهم الغرباء منهم؟ الفرارون بدينهم الذين يفرون بدينهم من الفتن يفرون بدينهم يهاجرون إلى بلد الصلاح يطلعون إذا فسد البلد يطلعون للبر يسكنون في البر يرعون الغنم يرعون الإبل في الجبال يتمسكون بدينهم خير لهم من العيش في المدن والقصور هنا يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام نعم عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويتولى أمر المسلمين ويحكمهم بالإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم فيحشرهم الله معه يوم القيامة لأنهم تبعوه على دين محمد صلى الله عليه وسلم نعم رواه أحمد عن الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عنه نعم يكفي الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وعلى ربينا محمد